أشار جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب أشار إلى فاعلية البرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي كما أشهد جلالته بالتطور المستمر لأداء الحكومة الموقرة لرفع جودة الإجراءات والخدمات في مملكة البحرين ظروف أحاطت بالعالم أجمع خلال جائحة كورونا لم تكن مملكة البحرين بمنأ عنها إلا أن التوجيهات الملكية السديدة والمتابعة الحثيثة من قبل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وضعت مملكة البحرين على طريق التعافي الاقتصادي لسريب خطا ثابتة نحو النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال مبادرات وبرامج تسهم في دعم الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 لتحقيق التوازن المالي ولا يفوتنا في سياق حديثنا عن أهمية التعافي الاقتصادي والبيئي أن نشير إلى وجاهة وفاعلية البرامج الحكومية لتحقيق التوازن المالي والاكتفاء الذاتي كمدخل أساسي لتنمية واستدامة مواردنا وثرواتنا الوطنية اليوم وقدر ومن هذا المنطلق دابت الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتبني الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز التعافي الاقتصادي والبيئي وهو ما لومس مؤخرا في الاجتماعات الحكومية مع السلطة التشريعية لتعزيز مسار التعافي استدامة للموارد والثروة الوطنية وتحقيقا لتطلعات جالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه مشهدين هنا بالتطور المستمر لأداء حكومتنا الموقرة الملتزمة بأحدث الممارسات الإدارية والتقنية والمتمثل في تشديد الرغابة على جودة الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين ورفق كفاءة وعدالة توزيع الدعم الحكومي وباهتمامها المستمر للارتقاء بالكوادر الوطنية والعناية بقضايا الشباب البحريني ودعم تقدم المرأة البحرينية ورغم تحدي الجائحة إلا أن الإشادة الملكية بالتطور المستمر لأداء الحكومة الموقرة توازيها إشادة من جميع المواطنين والمقيمين بما قاله جالة الملك المفدى في خطابه السامي فجائحة كورونا كانت تحديا صعبا حولته حكومة مملكة البحرين لفرصة استهدفت تجويد الخدمات ورفع كفاءتها في مختلف القطاعات دعم ملكي سخي لكل الجهود التي تسعى لدعم التعافي الاقتصادي والبيئي في مملكة البحرين لتحقيق نتائج ملموسة في أقرب وقت في ظل اهتمام ومتابعة مستمرة من قبل اسم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لجهود فريق البحرين الوطنية ترجمة نانسي قنقر